بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الجعالة والإجارة الجعالة أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة الإجارة عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً في الجعالة ومعلوماً في الإجارة أو على منفعة في الذمة المعلوم يكون بالتعيين بالعدد والوصف ويكون بالمشاع أي السهم والنسبة فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض وعن أبي هريرة مرفوعاً قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب ولأن العمل فيها يكون معلوماً ومجهولاً ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة فهي عقد واجب وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً ولا ضمان فيهما بدون تعد أي فعل ما لا يجوز ولا تفريط أي ترك ما يجب وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجة من عمل لغيره عملاً بلا عقد فلا شيء له إلا في ثلاث أحوال أولاً إنقاذ مال المعصوم من الهلكة ثانياً رد الآبق وهو العبد الذي شرد عن مالكه ثالثاً إذا أعد الإنسان نفسه للعمل فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر